السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة شف سهيلا اليوم ان شاء الله جيد نقدم لكم بلاتو من حلوية الوزل لاشكال راقية وسهلة جدا لممتدئات تكون عندكم مناسبة ولا اي حاجة يعني انكم تخدموا الحلوة بيديكم لمالة وبطريقة جيد سهلة خليكم معي من بداية الفيديو حتى الاخر بشار فولن مكونات وطريقة ديال التحضير بالنسبة لبنات دائما انا في خدمتي ايلا تنتقى نخدمت كنجيبوا حتى البواطة ولا تاسة ولا اي شبكة كنحط فيها جميع ذاك المراشم اللي تنخدموا دائما فاش كنخدم بهم بهذا الشكل هذا يعني كنحط قدامي اي حاجة سيخطولة كان لديك لي وعطاكم الاختيار يعني كتديري ذاك شي اللي بغيت يعني كيسهل عليك المؤمورة ما كتبقيش تفكريو هذا ولكن شي شي حدبغا شي حاجة شي شكالة تخرينو ذاك شي دائما نديرو هاد شي كامل لي رح تديرو فبواطة وحطو حداكم علاش لانو فمني كان خدمو على طاولة العمل ولا اي حاجة يعني في من بغيو نخدمو كتفقو تلوحو ذاك شي كامل في ذاك التاسم باش غي كتت توصلو كتجبدو مهم في في الطابلة كندير انا يا دقيق دروري لبنات تاخدو هات الصفايا هادي ركا تسهل عليكم الخدمة صافيو هاد ليسي حكل هادو ضروري لبنات يكونو عندكم لانو باشوما يغضي نقطعو العجين دينا صافيو هناك نحتاجو اي مطابع وليش حاجة مهم هدا ما غاديش نخدم بيه اه كنت جبتو كنت غادي ندير بيه وحتشكل صافي ما مادرش او كنت طبيعة الحل موس ودلك حداكم وصافي ودبقوا الماكينة لبنات اللي بغاووا يتعرفو الماكينة ديالي صراحة هادي ما ما زويناش ما معجبتنيش واسم ميت لاماخت ديالها ما ما قدرش نقول لسميت الشركة باش هاكا ما عافت موهما ما معجبتنيش موهما بغاو تشي وحدة الدوز عندي الخاص ووه ونقول لها سميت لاماخت ديالها ما ما زويناش هايا تقريبا مدوزتش ليه تلعم وكتقضح لها ذاك العبل تحتنيه وكتوسخ ضغية يعني البنات ما ما كان نصحكم شبه هاته ان شاء الله ونشري هادا كدير لما ادي الايطاليا وكتكون بالثمان مزيان صافي من بعد هنالبنات عندي هنالعجينة اللوز طب طبع الحالي دائما تنخدمه معاكم مراكم حفظتوا اللوز والعجينة ما لا داعي اننا نكتروه في الفيديو اه والفيديو هات اخرين شرحين نفسهم يعني لابغتوا نخلي لكم مرة بدي العقدة في صندوق الوصفة البنات وهنتما كما رحتو هاد اللوز هادا اطلق لي الزيت شوية ولكن خليتو فتلاجة ليلة كاملة باش هكت يتشرب منه الزيت من نسبة للعجين حتى هي كدليك دل الكعبة اه ودل الكعبة غزال ويمكن نخدم بها جميع الحلويات واللوز هنتما كما رحتو حتى هو هادا نخدم به يعني اللوز والعجينة غتلقوهم في صندوق الوصفة صافي من بعد غادا نشكل هناك ورايات على شكل 16 قرام اه غادا اه غادي ندير تقريبا واحد جوج تلاتة اربعة خمسة استدنوا عوقية الجيل جيل الحلوه استدنوا سوف انتم كما رحتو بطريقة جيد سهلة مبساطة لمبتدئات اللي عندكم مناسبة ولا خطبة ولا عرص ولا اختانة ولا زيادة ولا اي حاجة مهم بالنسبة كاللي كيكون امام يعني مكي بغي يقتصد على راسه ويخدم راسه كاللي عندو زعمها كما مقادش ولماء ولماء خدام ولا هادا را دونكرا كيسفتها كي ديراء لبره مهمة علينا نحنا دابا كناخدوا افكار وحتى الناس اللي بغوا ياخدوا اللي يكونون سوف ندير تقريبا هادا الكريات كاملين وغاد نبدأ بليكم بالكعب اغزال الكعب اغزال طريقة جيد مبساطة لمبتدئات بهذا الشكل هذا سوف تبعوا معي المراحل والطريقة راجد سهلة كم قاون نديرو بهذا الشكل هذا في الاول كم دنقاد وكن نقال لف كم تومه كم قا نديرو بهذا الشكل هذا كنجمعو الجواني بهذا الحشيات كاملين تنجمعوهم بطبيعة الحال بقيت انا كنخدم بطريقة ديال لالا مرجعنا بطبيعة الحال اللي احتهي ما شاء الله عليها الكعبة ديالها غزالة بزاف وليس كندير طريقة ديالها كتجي اسهل ما يكون يعني سيك تكت قد في الاول عاد باش كتدير عكس انا اللي كتك ندير في يعني في هذا في المرة الاولى مهم انتوما البنات هنتوما كيما لحتو دائما البنات هنتوما غادي تتقوا تقدموا وانتوما كتطلعوا الفوق انتوما كترقوا صافي من بعد غدا نقطع بهذا الشكل هذا الكعبة ديالي وكن نقطعها يعني شوية زيدة على الحاشية زيدة باش هكا مني كتب لنا كتجمعنا في الفرن صافي من بعد انتوما كيما لحتو العجينة رققتها بساف كتر من القياس درتها في الرقم خمسة كل واحد من ماكينة دياله مهم ديروا انتوما في الرقم ستة وباش انه جيكم هي هادك انتوما كيما لحتو دائما من نقاش البنات كندوزو فتقيق باش هكا ما يقطع شنا او ما يوقع شنا بحالة الغلط اللي وقع لي انا انتوما كيما لحتو سوف نبقى هكا مستمرين بنفس الطريقة هنبقى ندير هات الشكل هادا مهم بالنسبة الكعبة هنخلي لكم الفيديو خاص دياله باشتعرفوا عليها سوف من بعد هنه يعود ان يسرحت العجينة ديالي وقطعتها على شكل دوائر بالنسبة لهات السيركل هادا كيكون تاني اكبر من صغير بشوية سوف من بعد هنتوما كيما لحتو غاني بدا نجمع الكورة كل كورة غادي نجمع لها على واحدة سوف ندير هات الشكل هادا باش ما يبقى لي ادك الفائد او الزائد بلا ما كنطر انا نبدأ نقطع وندير يعني باش كنسهل علي الخدمة سوف ندير الكورة فيها 16 جرام كنتبت شوفوا الناس كيفاش كنتبت نجر انني باش ما تكونش عندي حتا خوية او حتا فراغ باش هكا يعني اه العجينة ديالي تكون متلبسة لنا مزيان هنتوما كيما لحتو سوف نحطو هات الشكل هادا وغادي نضغط عليه بشوية 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 سوف نجيب هذا الطابع هادا حتى اللي ما كنعرفوش البنات نقشه بالطابع انا سوف نجيب لكم هادا تسهل عليكم المؤمورية دائما طاولة ديالكم كتكون عامرة بطقيق باش هكا كنتبت هذا الشكل هادا او كان نضغط بشوية 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 شوفوا البنات باش كدينا رشمه مقادة بشوية 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 ب انا نضغط هذا الشكل. لكن انا لا سأعطيها. سنأخذ احد المنجج. هذا اللي كيكون مع وجراني وريتو لكم. اه سافي وكن ندير بهاد شكل هذا. سافي وهنايا في الوسط غادي ندير لوزة. لوزة دائما كنتبتوها بالماء. بلاش عليكم بيض البيض غير الماء فقط. وكنتبتوه بهد شكل هذا غير رأس دياله. سافي هدي الحلوة ديالنا كي ما شتو وكي ما لحتو كدينة اكتر من رائع يعني شي حاجة اللي بسيطة وكنبسطها عليكم يعني ما شي ضروري يديرو شي حاجة لما لما تعرفوش لها. انا كنجيب لكم شي حاجة اللي بسيطة يعني بالطابع وبلا طابع. انتم ما تلاحظوا معي. سافي غا مقاها كمس مرة. اه غادي ندوزو لشكل اخر او تاني. بالنسبة للشكل اه الرابع. انا ما اضون. كنكوروا الكورة. بالله تنشو شنو درت. اه خديت العجينة ديالي اه درققتها ودوسها في اه ديال ديال الرزيزة. مكينة الرزيزة. بش اعطتني هاد الخيوط هادا. سافي من البعد غادي ندير هاك كمو. ايما كانت عندكم الكنافة ديرو بالكنافة. سينو ما كانش ديرو هاي بهاد الخطوطة هادو. هانتو ما كي ما لحتو. كنقلف كندور دائما كنلبس العجينة ديالي بهت الشكل هادا. كنلبسها مزيان مزيان. هانتو ما كي ما لحتو كندور بشوية بشوية بحالي كنغلب شي حاجة. ما كننحاول اني ما نخليش اللوز يباني عفسه ولا شالبنت. لانه مع الطياب الى اللوز باني وذلك شي كي بقي قصاح مع الطياب. اذاك شي لاش كنلبسوه بالعجينة. الى لحتو حتى الحلوة اللي كتكون غيب اللوز مفندة في اللوز ولا مفندة في الجنجلة البيض ولا شي حاجة. كنديرو لاغينس طيبة. سافي انتو ما كي ما لحتو كمقى بشوية بشوية وكنا نغلب. بعد شارك يبغي شوية ديال السبر وكبغي تكوني مرتاحة. وتكوني مكونسونترية. يعني مشي ااااا احدك صدق. ولي احدك تبرزيت. ما هي ما عالينة. صافي انتو ما كي ما لحتو. صافي و غدا نكوور هاك وغدا نبسطها بشوية بيدتي انتو ما تلاحظوا معي. انتو ما غدا نبسطها هاك بشوية. اي شي شوية يعني ما لا تضغطوش بزافة لبنات. سوف نجيب اللوز هنا ممكن اللوز تفسخوه. من بعد انتما كما لاحتو كنتبتوها بحل عش لبلبل كما نقولو. كي يجي تفف باللوز مفسخ وحتى هكا كي يجي زوين. بالعكس كي يجي تمنضر زوين حسن من هذا كلب اللوز مفسخ. سوف يجب انتما كما لاحتو دائما كان مقادم بيدنا بكي يجي نادك شي مقادم تول في البلاتو. سوف يجب انتما كما لاحتو. سوف يجب انتما كما لاحتو. ومن بعد انتما كما لاحتو. سوف نعود معكم على المرجانة يليت طيبة معكم ذلك المرة. يعني لا نعود. يعني طريقتها سهلة. سوف يجب انتما كما لاحتو. سوف نقطع الجواني بهذا. سوف يجب انتما كما لاحتو. 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 سوف يجب انتما كما لاحقا. سوف يجب انتما كما لاحقا. ترجمة نانسي قنقر